اشتركوا في القناة جاء فيه المادة الاولى يستبدل بنص المادة الاولى من القرار رقم 15 لسنة 2017 بانشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية والجغرافية ونظام عملها النص الاتي تنشأ لجنة تسمى اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية والجغرافية يشار اليها في هذا القرار بكلمة اللجنة وتتبع اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية وتشكل برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الالكترونية وعضوية كل من ممثل عن هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية ممثل عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري ممثل عن وزارة الإسكان ممثل عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني ممثل عن هيئة الكهرباء والماء ممثل عن هيئة التخطيط والتطوير العمراني ممثل عن الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بناء على ترشيح كل جهة من الجهات المشار إليها على أن لا يقل مستوى التمثيل عن درجة وكيل وزارة مساعد وتختار اللجنة نائبا للرئيس من بين أعضائها وفي أول اجتماع لها توكل إليه اختصاصات الرئيس في حال غيابه المادة الثانية تستبدل عبارة اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بعبارة اللجنة الوزارية للأعمار والبنية التحتية أينما وردت في القرار الرقم 15 لسنة 2017 بإنشاء وتشكيل اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية والجغرافية ونظام عملها